حوار أونلاين الخميس 16 أب 2018 مرحبا ببداية حوار أونلاين لليوم أطير التحيات من المخرجة بيار جامو من كارول كرام ومني جورج العلية وببداية حوار أونلاين أيضاً منرحب بكل الأصدقائنا المستمعين اللي عم بيشوفونا لايف على صفحة صوت لبنان على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5 FM منرحب فيهم فيهم يتواصلوا معنا يبعطوا لنا مداخلات على صفحة صوت لبنان فيهم كمان يتواصلوا معنا ضيفنا لليوم مستشار الرئيس ميشيل سلايمان الأستاذ بشارة خير الله أهلا وسهلا فيه سهلا فيك استيزيو أنا نرحب أنا وإياك بكل المستمعين طبعاً اللي عم بيشوفونا لايف على الفيسبوك نتمنى ما نزعجون لا أكيد ما رح نزعجون بسراحتنا طبعاً خاصة أنه أنت ضيفنا أنا يمكن ما بعرف بس أنه أنت أكيد لا إن شاء الله تكون السراحة راحة للناس مش أكيد كمان بدي أقول لكل الأصدقاء المستمعين فيهم يتواصلوا معنا على الفيسبوك وعلى تويتر العنوان هو حوار أونلاين فيهم يتواصلوا معنا على أرقام الهاتف 01-325-555 على الخلوي 76-611-005 وفيهم يبعطلنا على الواتس أب على 76-611-001 رسائل مكتوبة ورسائل مسجلة بالصوت وأ希望 أخذ رأي المستمعين اليوم ما هي الأسباب الحقيقية لعدم التأليف الحكومي لحد هلأ؟ أسباب خارجية، أسباب محلية، أسباب محاصصة لا أعرف برأي المستمعين ونرى ماذا يريد أن يخبرنا عن رأيهم بعدم التأليف الحكومي لحد هلأ؟ ما هي السبب الحقيقي لعدم التأليف الحكومي؟ أستاذ بشارة خير الله كمان مرة أهلا وسهلا فيك وبالمستمعي لبنان عم ينتظر تأليف الحكومة هبات باردة هبات سيخنة العقد بتولد عقد تانية كل واحد عنده حساباته عنده معياره برأيك أين يقف أو أين يعني شو العقدة الحقيقية لعدم تأليف الحكومة هذا السؤال لألك وسألناه كمان للمستمعين إذا بتعطيني رأيك بأول حالة فيني بلش بشي تاني قبل ما أعطيك رأيك بلش بلي بدك كيرا تحية للرئيس يلي بيصادف الرئيس الأوي يلي بيصادف ذكرى انتخابه وهيدا الأسبوع الرئيس الأوي هيدا العهد الأوي أنا بحكي عن رئيس بشير جميل معرفة المسبلة بشارة خيرا للرئيس الأوي هو الرئيس بشير جميل يلي بعشرين يوم انتظمت الحياة السياسية بهيفة حطابه قبل ما يبلش عمال النهيان ومارسة مهام الدستورية هيدا هو الرئيس الأوي شو يعني اليوم ما عنا رئيس الأوي؟ برأيك اليوم ما عنا رئيس الأوي؟ لا لا خليني بس تأشرح أنا بحكي على أبويب انتخاب فخامة الرئيس بشير جميل تحية من هون تروحه نحن بحاجة للقوة الإيجابية يلي بتسهل أمور البلاد مش القوة اللي هي فوق دستورية وبتضرب الاتفاقات الكبرى وبتضرب الدستور الاتفاقات يمكن فينا نتخطيها أو نتخلى عنا لفترة ما إنما دستورنا هو سقفنا السياسي لازم ننتظم تحته مش فوقه أي محاولة فيها فائد قوة بلبنان المركب من أي فريق على فريق آخر بنكون نحن دخلنا بما يعرف بالحرب الأهلية مرة بتكون الحرب الأهلية بسلاح مرة بتكون بالأزيف مرة بتكون بالرششات مرة بتكون بالدمار ومرة بتكون بسوشيل ميديا متما عم بيصير هلا أو بدمار اقتصاد أو بانحدار نحو الهوية أو بنمو صفر هاي كلها حرب يعني اليوم يعني اليوم وقت اللي كنا عم نقصف على بعضنا بالخمسة وسبعين و بالأربعة وسبعين و بالتلاتة وسبعين و بالتمانة وستين من ورق اتفاق القاهرة شو صار بالناس؟ الدمارة بيوتها وركضي تزوع عالترقات طيب اليوم أنا إذا ما هبطتلك بيتك بس أي شغلة اقتصادية منعتك إنك تدفع قصته ما بكون هبطته كأنه بدون ما هبطته بالأزيفة يعني اليوم أنت وقت اللي يبطل فيك تدفع قصة شئتك أو وقف الإسكان لسبب ما أو طردوك من شغلك واستغنوا عن خدماتك لسبب ما اقتصادي ما أنت هون بتكون كأنه هاي دي حرب هاي الحرب الاقتصادية هي كمان سبب كبير إنك أنت تكون كأنك بالخمسة وسبعين بس بغير بغير شي فإذا نحنا لازم نستعمل القوة لنفيد البلد ما نستعمل القوة لنعطي للبلد طيب هاي دي القوة اللي حكيت عنها ببداية حلقتنا برأيك مش موجودة اليوم نحنا اليوم عم ينحكي عن عهد قوي وعن رئيس قوي وعن استكتلات قوية يعني تكتل لبنان القوي والجمهورية القوي ما تحاول تحطني وكأنه أنا وقت اللي بقول بشير جميلة اللي قصدي قوله إنه أنا ما هدفي بالآخر قول إنه إذا فلان قوي يعني فلان ما بيسوا مش هيدا قصدي قصدي أنا إنه القوة ما قلتلك هيك أنا عم بسألك القوة القوة إذا عندي قوة كل العالم أنا قوتي وقوتك وقوة أي شخص موجودة دائما لازم تعرف وين بتستعملها وين بتستثمرها وكيف هل تستثمر القوة اليوم بالمكان يعني أنا اليوم إذا قدر أضرب واحد بوكس وقوت له بعملها هاي قوة انتا نصوي بالموضوع خلينا نرجع لليوم اليوم اليوم هل تستثمر هذه القوة اللي عم تحكي عنها اللي كل العالم عندها إياها عم تقول هل تستثمر بالمكان المناسب لا لا اليوم هيدا قوة فوق دستورية أو أعلى من الدستور عم تعطي للدستور وتقعد مدينة وين تعطي للدستور؟ أنا اليوم أنا اليوم وقت اللي بتكون بردون بردون يا إخي وقت اللي بيكون تقليف الحكومة على إقاع عضلات حزب الله وتلت معطل لفريق واحد فريق واحد فإذا أنا ما بقى هيدا دستور اليوم الغينا دستور ورحنا على محاصصة سيئة بشعة مؤرفة معيب واحد يحكي فيها وبلشنا نقول إنه هيدا حصتي وهي حقق وهي كذا هلأ بقى لك أنا كيف لازم يكونوا الوزراء وعا أي من وين لازموا حتى إذا أنا بدي يجيب وزراء كيف بجيبهم زوابني نقطة ونقطة أنا بقدر أعمل حكومة على إقاع خطاب السيد حسن ناصر الله من يومان يلي فيها التعالي وهالكبريا خليني 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 خطاب الموجود اليوم إنه الرئيس القوي هو الرئيس اللي عم بيرجع هيبت رئاسة الجمهورية بعد غياب من الطائف لليوم حضرتك مستشار رئيس جمهورية سابق مستشار رئيس سلايمان كمان نوجه له تحية تحية له مطرح ما هو بفرنسا أي اليوم إنه هيد العهد القوي عم بيرجع هيد الصلاحيات عم بيحافظ عليها صار فيه هيبة لرئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة صار فيه حصة رئيس الجمهورية موجودة وزادة عليها تكتل نيابة كبير داعم لرئيس الجمهورية هلأ نحكي بحصة رئيس الجمهورية العبرة بالتنفيذ يعني اليوم الحكي أد ما بدك فيه ميديا أد ما بدك فيه ضخ أد ما بدك فيه ماركتنج أد ما بدك فيه ترويج أد ما بدك فيه تلفزيونات بتسوق لك وتلفزيونات بتسب غيرك لتعليك بدك تحكيني بمباشر أد ما بدك أد ما بدك العبرة بالتنفيذ أستاذ الشام بعدك لأ هلأ مش بتحكيني مباشر رح وحيتك ملك يعني بجاوبك بطريقة مباشر ملك ملك مباشر بالمباشر رح روح معك بالمباشر ما معي وقت كتير عندما يوم موجود ما تقبل إلا مباشر اليوم من يؤلف الحكومة؟ وفقا للدستور رئيس المكلف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف حتى رئيس الجمهورية هو اللي كلفه يعني حتى إذا بدنا نرجع للدستور ونقرأ معنا الدستور الحقيقي مش الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس لا هو كلفه أصلا بعته يؤلف حكومة بعت ورا النواب لعنده على الأسر قال له نشرفه إذا بدنا نسهل على المستمعين دور رئيس الجمهورية بعده الحد يتهلق أهم من دور رئيس الحكومة بالتأليف وأعلى وأجع رئيس الجمهورية اليوم بترجم هذا الدور مش الرئيس هلق كل الرؤساء يعني رئيس الجمهورية اليوم أيا كان هذا الرئيس هو يلي بيستدعي النواب على الاستشارات بيسمع رأيهم وبقلهم بناء على هذه الاستشارات كلفت أو أنتو كلفتو فلين أنا بسميه ببعت وراه وبقل له روح أقلف حكومة ووقت اللي بتقلف الحكومة جبل التشكيلة بتاعلى عندي إذا أنا عاتني بمضياء بمضياء فإذا دور الرئيسي يعني إذا عم نحكي دستور ما في مشكلة على هذا دور الرئيس هو بعد أهم من دور الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة لأنه بالآخر الورقة معه والألم بإيده والأمضة أمضة باليوم رئيس الجمهورية عم بيمارس حق للآخر قبل ما كان يومي لا كيف ما كان يومي بالعكس مورس حتى آخر لحظة بكل العهود بكل العهود أنا بسمح لنفسي ما بسمح لنفسي أحكي عن قبل بظل الاحتلال وبظل العهود أنا كنت بعرضها مية بالمية أنا بسمح لنفسي أحكي بعهد الرئيس ليمان كان عم يلعب دوره على ميزان الجوهرجة ما الأوي بقولهم بفكرهم أنه الأوي هو بكتلته النيابية أو الأوي بمجموعة ناس أو أحزاب أو كذا لا بيقدر يكون واحد أوي بموقفه الصلب أوي بحفظ التوازن هلأ بالله كيف أوي بدوزنة الأمور ما بين عفواً بدي أحكي تعبير مذهب ندفي إنه ما بين سنة عم يتخاصبوا مع شيعة يعرف يكون حكم بيناتهم لا يقدر يدوزن الأمور ويقدر يمشي البلد هلأ الأوي الأوي اللي بيقوله لا لحزب الله حبيبي هيدا هو الرئيس الأوي إذا بدنا نحكي كيف بيكون الأوي الأوي ياللي بيقف بوجه حزب الله بس الرئيس اليوم مش على شريف مع حزب الله فإذن بستراتيجيا مش على خليف لا بدو يقوله لا ما عم قلة أوكي أوكي هذا غير موضوع بس أم قللك أنا الأوي بس عم بيقول لا الأطراف الثانيين لأنه هو بيعرف إنه في تجاوز وبيعرف إنه في استراتيجية دفاعية هو هو بدو إياها بس ما ما قادر ياخدها لأنه في حزب الله رفضها بس اليوم الرئيس الجمهورية عم بقول لا الأطراف الثانيين عم بقول لا عم بقول بدك نفصل بها الموضوع أو بدك بدك رجع على تشكيل الحكومة رئيس الجمهورية اليوم عم بقول لا إنه أنا ما بدي تمثيل حصري درزي فريق واحد ياخد الميساقية عند الدروز عم بقول لا أنا بدي حصة الرئيس لا إلي مش مع بيقدر بيقدر يقول شو ما بده بيقدر يقول شو ما بده بالأخير بالألم بإيده وهو اللي بده يمضي بس عم بمارس هيدا بيقدر يقول شو ما بده هل هذه اللا لوليد جنبلاط اللا المرفوعة بوجه وليد جنبلاط سواء رفعة مع حفظ الألقاب ميشيل عون أو جبران باسيل أو جورج العلية هل هذه اللا هي لا منطقية؟ هيدا السؤال يعني هل هيدا اللا هي بمطرحة؟ انت برأيك بمطرحة؟ لا مش بمطرحة ليش بمطرحة؟ إذا بطعت قريق واحد جيت حطيت معايير قلت أنت أن الشيعة أخذوا كل الشيعة بيطلع لهم كل الوزراء الشيعة هيدا المعايير صناعية بالشيعة ما في أحدية أنا إذا كنت موافق معك أو مش موافق معك أو مع اللي عملوا هالكريتير المبيسوى هيدا كريتير هيدا المعايير غلط الحكومة مش هاك تتألف بدك تسألني كيف تتألف كمان نجواب هلأ إجوا قالوا تؤلف الحكومة إنه هالشيعة يا خي ما توخزوني عم نحكي مذهبياً أخذوا الشيعة كلهم حسن نصر الله ونبيه بري ما حفظ الألقاب بس هينتبه يأخذوا الستة أجا واريد جبلات أخذ كل الدروز لحظة وترك مقعد فاضي بس خليني هون بهذا التفصيل بهذا التفصيل الشيعة فيه سنائية حركة الله لحزب الله سنائية أوروبعية بالمسيحية فيه سنائية يا حبيبي يا أستاذي لا اليوم الطرف الدرزي لا الطرف الدرزي بديك لأنه ما فيه سنائية بس عنده كتلة ثلاث نواب من وين مين الكتلة هالكتلة 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 بدا تاخد حصتها بدا تاخد حصتها عند الدروز بيرجع بدا تاخد حصتها عند التيار وطني الحر وبدأ ترجع تاخد حصتها من حصت رئيس جمهورية كيف عملت الحسابات بس فهمهم الجمهور لأنه بلشت يعني هالكتلة عارفت وقت اللي بنعوزة عند الدروز مناخد انو هاوضة ثلاثة بكتلة الجبل صار بدون كزا طب اذا اتري ثلاثة موارنة ودرزي بنعطيهم وزير مارونة ليش بدنا نعطيهم يمكن يكون حل الوسط يعني بوجود سيزار ما سيزار يمثل هذي الكتلة اليوم هلا صديقي بس سيزار بتشوف إذا راجع بالحكومة ياخي يراجع ومش راجع يراجعوه زيت وهيدي الكتلة تمثلت يحطوا ماريو عون وزير سابق وكمان صديقي تمثلت قبل ما فوتها يحطوا فريد اللي بستهني وزير تمثلت ثلاثة موارنة ودرزي بتعطيهم يعني يعني لابك ترفع لا بوجه وليد جملاط ما قادر ترفعها بردم ما قادر ترفعها بوجه السنائي الشيعي هون عندي سؤال أنا بقولوا انو نحنا منخاف اذا نسحب اذا نسحب وليد جملاط بكرة من الحكومي بقول بارك انسحبوا بكرة الشيعة لاش الشيعة هن سنائية اذا بدك انت شفتش مرة منفصلة عن بعضا او متخاصمين مع بعضا جسمان او ثلاثة او اربعة بالاخر هن عائلة واحدة وقت اللي قرروا يعملوا وان وي تيكت لسعد الحريري كانوا عفار الطاولة ليش عم ترجع تذكروا لرئيس الحريري نسية وقت اللي عملولوا الوان وي تيكت كانوا جسم واحد واستعانوا واستعانوا بعدنان السيد حسان من حصة رئيس الجمهورية وضغطوا عليه مين كان رئيس الجمهورية وقتا وقتا كان الرئيس ليمان وما كان راضي ابدا وما كان راضي ابدا وما كان راضي ابدا بعين وزير بحصته هو كان وديعة خليني خبرك خان العهد مش وديعة اذا بدنا نحكي خان العهد احتير 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 ابدا 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 انفي نفيا قاطعا رئيس ليمان نقه لعدنان السيد حسان انه هيدا شخص اكاديمي ع اساس انه كان تكنوكرات وفجأة صار عنصر بسرايا المقاومة اللي من قلوله بدك تستقيل وبعت وراه وقال له عندي معلومات انه عم يحكم معك بالاستقالة قال له ما في شي منه ضهر لبرا صارت الاستقالة ابدا ما ترجع بس اللي عم قلت انه اليوم وقت بدنا نحكي من المساقية ما فينا نقول انه بركة وليت جملات هددنا بالانتخاب فينا نقله انه بكرا اذا انسحبت المساقية بتبلش كريتير المساقية يبدأ عندها تأليف شو بيصير بقلب الحكومة اذا بكرا نسحب وليت جملات بثلاث وزراء منقله ما تواخذنا الحكومة مكفية ما تهدديت المساقية نحترمناها برضو نحنا احترمناها نحنا وعن نقلف الحكومة تنسحب يا وليد بات زنبك على جنبك هاي منقله ما فيني انا بيجي بقلله انا والله بالقول لانك انت ممنوع وصلت الفكرة هاي دي واحد اتنين قبل قبل اتنين اليوم بالطائف وبي اتفاق الطائف في صلاحيات لرئيس الجمهورية عم ينحكي انه هايدي الصلاحيات في طرف بيقول انه عم يستعملها رئيس الجمهورية والزيادة وفي طرف تاني بيقول لا هايدي الصلاحيات اللي مش عم تستعمل بالشكل المطلوب بالطائف اليوم اللي عم بيصير بتأليف الحكومة هو يعني مطابق او مطابق مواصفات الطائف ولا لا يلي عم بيصير بعيد كلية وانا ما بحب بسميه الطائف هو صار دستور ليش بسميه طائف مين عم يضروب الدستور اليوم اليوم دستورنا ما في شي اسمه طائف الطائف خلص اليوم في دستور هذا دستورنا علينا احترامه ونحطه على راسنا انا بحطه على راسي قبل الانجير مين عم يضروب الدستور هيدا اللي بدي ايه انا كلهم كل الطريقة اللي عم تنعمل غلط كل الطريقة غلط من دون استثناء الرئيس المكلف عم بيقالف الرئيس المكلف عم يضغطوا علي لخرق الدستور لازم يكون اقوى من هيك بعد شو الطريقة اللي لازم يعتمدها رئيس المكلف بدي اخد مدخلة صوتية من المستمعين او المعيار اللي لازم يتبعه رئيس المكلف ضيفنا لليوم مستشار رئيس ميشيل سليمان الاستاذ بشارة خيران لا انا كمان بدي ارجع رحب فيك بدي اياك تهدي اعصابك بالعكس فتنا بطريقة فتنا بطريقة حامية لا انت حمايت اخي انت مصرع الحماوي احنا مدخلة بدي اخد مدخلة عبر الواتس اوب المستمع بنتهي رقمه بخير المعارضة يعني تمارس دورة كمان ما بدي اعمم يعني يعني في تحية كبيرة لكتار من وسائل العلام انما صار فيه لعبة اعلمية اذا بدك لتغييب دور المعارضة وافهام الرأي العام انه في فريق واحد بالبلد هيدا واحد اتنين مطرح ما قدروا ما يضربوا المعارضة بالاعلام ضربوها باليد بالانتخابات النيابية والدليل انه عد عدد الطعون يعني بس عد الطعون الموجودة هلأ بتعلبك وبترابك حضرتك كنت مرشح ومقدم طعن حلقتي مش عنا هيدا الموضوع مش مرشح كنا كنت مرشح صحيح مش مقدم طعن لمفهم مستمعين انه نحنا مهربت انا عم حاول فسرك الحلقة عن تأريف الحكومة انا كنت مرشح ببيروت التاني ومقدم طعن على راس السطح لانه هذي الانتخابات وخاصة وتحديدا ببيروت التاني مزورة 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 الله يرضى على الوزير المشنوق انا بدي بانه للان على مزورة بانتزار بانتزار مجلس الدستوري يلي منتمنى طعن موجود يلي منتمنى حطينا ووضعنا بين ايدي كل المستندات كل المستندات ونحنا نطرين قراره العادل لينصفنا لانه المجلس الدستوري عنده اكتر من تجربة بسيفيتو عنده تجربة مع الشيخ سامي جمي المشرفين كمان نوجه تحية للنائب الصديق عنده تجربة بقصة الغاء الدرائب منيحة لكن عنده تجربة انه فيه مطرح ما عطلوه وامتنعوا اعضاؤه عن اكمال النساب لانه كان فيه طعن بالتمديد سنة 2013 مقدم من رئيس جمهورية لبنان العماد ميشيل سليمان وقوة الطعن جبرت المجلس الدستوري ما ينعقد لانه وقت البدو ينعقد اجباري كان بدو ياخد بهذا الطعن وكان فيه ضرورة اذا بدك لقى الطغمة الحاكمة انه تمدد بقى عطلت المجلس الدستوري فاذا هزا المجلس الدستوري احنا ننتظر منه هو فالي لعبيته يعمل ضمير ولانه الانتخابات هي مزورة 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 حتى اشعار اخر والمستندات كثيرة خلينا نطلع من الموضوع اطعونا اليوم بأيدي امينة بالمجلس الدستوري ننتظر قرار المجلس الدستوري المعيار الذي يتبع اليوم بتأليف الحكومة شو برأيك شو المعيار المتبع اليوم وشو اللي لازم يتبع ومش عم يتبع مع حفظ الالقاب سعد الحريري اللي بعرفه انا هو رجل اقتصاد اكتر ما هو سياسي يعني هو مخ اقتصادي كتير قوي برأيي انا اليوم شو قزمتنا نحنا بلشنا بالحرب بلتلك الحرب الاهلية 75 اليوم فيه مثلها حرب اقتصادية هيدا ما عم يقدر يدفع قصت سيارت ويديك ما عم يقدر يقصت بيت وهيدا مش مؤمن انه بيكفي بشغله كل العالم اليوم بديئة مالية اليوم لازم يكون في عنا حكومة هدفة مش الاصل قلّف حكومة قول قداش حصت فلان وقداي حصت فلايتان انا بدي قلّف حكومة بدي قول شو حصت الاقتصاد من هيدا الموضوع وشو حصت البيئة وكيف بدي شيل الزبالي انا برأيي هيدا الهم الحقيقي اليوم قبل ما نروح على انه هاو دي بيطلع لهم ثلاثة وهو بيطلع لهم خمسة وهو بيطلع لهم ثمانة عايب حتى الوقيحة عند الكتل كله هون بدي عمّم انه حصتنا اربعة حصتنا ثلاثة حصتنا عشرة حصتنا ثمانة هيدا غلط اليوم نحنا برأيك يا عم كشخص مكلف كشخص مكلف في تأليف الحكومة لازم اليوم يقول انه انا الكريتير الحقيقي كون عندي الحكومة مشروح وفقا للدستور اللبناني فقط لا وفقا لعضلات حزب الله ولا وفقا لأطماع غير حزب الله وفقا للدستور اللبناني بيقول انا كلفتني هيدا المجموعة وهيدا الكتل بتأليف حكومة واتس ناكست قدامي في مشكلة زبالي بدي جيب اعظم بعدين بفكر لا مين بيعطيها بدي جيب اعظم شخصية حكومة يكون عندها رؤية موحدة للمواضيع الخلافية بدي جيب اعظم شخصية عندها خطة لحل ازمة النفايات بس انت عم تحكي عم بحكي شو لازم يصير بدي احكي عواطف انا بقول بدي جيب اعظم شخصية تحلل لي ازمة النفايات ساعتها هالأعظم شخصية بشوف مين بيتبنيها تعووا يا قوات فلان قريب منكن بنعطيه وزارة البيئة بتقبلوا فيها هيدا عنده خطة كاملة متكاملة بيعرف يشيل النفايات وبيتعاطى مع المجتمع المدني وبيتعاطى مع الخبراء البيئيين وقادر يعمل لما اركزية ضرر لما اركزية نفايات بيشبال منعمل شي وببيروت منعمل شي تاني بيعطيك خطة هيدا وزير البيئة وزير الاعلام بروح بشوف احلى احلى شخص قادر متل مين برياشي اليوم هو صاحب اختصاص جيب اصحاب اختصاص بدي وزير الاقتصاص حكومي تكنوكرات لا سياسية بيور بس انا بجيب شخص سياسي بيفهم بالموضوع يعني بعد ما وصلوا لها المرحلة يعني بعد ما تفقين على الحصة اذا اربع وزارة مش مين اني الوزارة هاك لازم يبلشو وانت عم تقل لي كيف لازم اي بس انو عملك شو عم بيصير اليوم عم بيصير اليوم غلط كيف لازم يقولوا انو انا اليوم عندي ازمة نفيات بدي يجيب شخصية مرموها شاطرة محترفة بحل هيدا الازمة بوكلها بها الوزارة وبعتها الحصة لحظة بس تشكيل الحكومات من بعد طائفة بروح بجيب واحد متخصص اذا بدك بطريقة مكافحة الفساد وجايب كل دراسات العالم من ايطاليا وفرنسا وتركيا وبلجيكا وأوروبا وسعودية وما بعرف وين جايب جامع خبرات الكون كيف بيكافحوا الفساد وبحطوا عندي وزير فساد اليوم بعض ملاقتوا لا حرامي ولا فسد ولا نصاب ولا دجال طيب عزيم اذا انا بجيب وزراء اصحاب اختصاص وساعتها بشوف انا كيف بيتوزعوا او بروح بقول اذا ما بدي روح على جمهورية افلاطون يلي انا عم بحكي فيها وان شاء الله ما تكروني جنهت المظبوط روح بأنا كرئيس مكلف لتشكيل الحكومة بعيت لكل الافريكا ببلش بحزبي او بطيار مستقبل وبنهي على الاخر هون عم بحكي عنو بقللون انو انا اليوم بدي اعطيكن يا كتائب وزارة البيئة حضرولي افضل شخصية بهذا الموضوع وعطوني اسمه عطوني اسامة وزارة البيئة او بروح بقول للاشتراكي انا بدي اعطيك وزارة الصحة خيه بدي واحد يشلفطها للوزارة منيح بيجي بقول له للطيار والتن الحار انا بدي اعطيك وزارة الاقتصاد انما وزيرك فشل بقول له للطيار انو انت انت عم تقول انه فشل لا لا كلهم عم بعطيك مثل ايه بس وصلت لعند الطيار وعملته فشل لا بروح عند القوات بقول له وزيركم فشل اعطوني غيره اعطوني عشتر منه احلى متقول يعني احلى متقول بالعكس عم قل لك بروح عند الكتائب بقول له نفشلته مش بالوزارة مش بالوزارة لا بدي انت تعرف انت انو انا محمد بروح عند الكتائب بقول له وزيركم هيدا ما زبط اعطونا غيره لاب وصلت الفكرة اليوم بجيب جيس اصحاب اختصاص تحل ازمة البلد معقول ان احنا اليوم انو مو اقل من واحد معقول انو الاقتصاد مهدد لبنان هالقد معقول انو الزبالي هالقد معقول انو ما عنا شيء بدي اطلب منك شغلي ما عنا ولا فسحة امل معك حق بدي اطلب منك شغلي بس نختصر شوي بالاجوي بلانو الموضيع كثيرة فضل وموضيع متشعبة وتقدر عالج كل الموضيعه في عندي مداخلات المستمعية فضل هيدا اللي عم نحكي فيه هلا شيء كتير جيد ومطل ما عم تقول انت هيدا بجمهورية افلاطون هيدا الشيء ما صار هلا ما عم بصير هلا بس انا رجعت هوانت عليك قلتلا انو اذا ما فينا نروح على هيداك الكريتار حتى وقت الهيانتا نعتمي الطريقة اهيان انو منقلهم للأحزاب اعطونا افضل ما عم تكون حتى نحل الاصص حصت كل حزب هيدا الشيء ما صار هلا ما عم بصير هلا ومصار قبل هلا لا بحكومة العهد الاولى ولا بحكومة الرئيس مشتايل سليمان رح قللك ليش لان الرئيس مشتايل سليمان اللي كان عم بيعطله هو وزيته اللي عم بيعطله هلا يعني وقت الهيان مين عم بيعطله هم سألتك قبل شميل ما جوابتني رح قللك لما انطلع قال عماد مشتايل عون وقال ستة شهر عشرة شهر لعيون صهر صهري ما بتتقلب حكومة كان وقته انو متفقين انو اللي بيسقط بالانتخابات لا يوزر سألت جبران باسيل بالانتخابات وبدون يوزروا بالقوة طلع عماد عون وقال انو عمرا ما تتشكل الحكومة فايزا نفس الفريق اليوم يعني اليوم اتسألتك من يؤلف الحكومة قلتلك رئيس جمهورية مين يضرب الدستور لا من يؤلف الحكومة اليوم اليوم كل العالم بتعرف انو جبران باسيل اللي عم بيقلف الحكومة وهيدا خارج الدستور وخارج المنطق طيب خلينا ناخد خلينا نبلش ناخد مداخلات المستمعين كمان انت ناخد رأيون اخدنا مداخلة ورح نتابع لانو في مداخلات كتيرة اسم الله الحلقة معك كتير حامية مرحبا مين معي اهلا وسهلا معك نبيل اهلا وسهلا احييك على صراحتك يعني بالنسبة لرأيي بسبب عدم تأليف الحكومة تشكيل الحكومة انو الشباب ناطرين اي محور بدي يربح والسيد حسد ناصر الله من يومين عطى اشارات انو بان اهلالان يعني ممكن المحور طبعه يربح فاولنا نحن اللي ضد هالمحور سؤال للاستاذ بشارة لو كان الاستاذ وليد جمبلات من محور السوري الايراني ما كان عطوه برأيك لات وزارة وشغلتان عم ينحكى عن عازل حزب الكتائب كانوا عطوه وزير شيعي متل ما حملوا مع فايصر اكرامي ايه وعم ينحكى عن عازل حزب الكتائب مين برأيك بدي يعزل حزب الكتائب السناء المسيحي وشكرا بداشكم داخلة المستمع شو تعليقك تعليقه انو مع الاسف وقت اللي رينا قصة عازل الكتائب اللي عم يسأل عنا بالنيات او بالاتفاق طيار وقوات استشفت منو انو هو اتفاق لعزل كل الافريقا او اختيارهم بس بيكونوا تحت جنيحهم يعني تما نقول عازل لان هن عم بيقولوا كل فريق بيعطي حوله فيه فاذا يعني اذا الفريق اللي مش راضي عن الكتائب ما بدو يعطيه يعني لأ انو فيه محاولات عزل متعبدة ولائمة وانا حكيت قبل ما يتصل انو مع الاسف خنقوا المعارضة فيه مطارح خنقوا بالعليم وفيه مطارح جربوا قد ما فيهم يحجموها وما يظهروا دورة البناء الايجابي والدليل طلعت انو ما فيه معارضة بتعب الراس فيه معارضات صغيرة سأل كمان عن كلام السيد حسن نصر الله بقول السيد حسن نصر الله انو محور المقاومة والممانعة الى تحقيق انتصار شامل في المنطقة وقتا ستتغير قواعد اللعبة عندنا ودعي انو عدم انتظار تغييرات بالمنطقة لانو هيدا الامر سيرتد على اصحابه هيدا يلي نحنا معارضينه اذا بداك وهيدا كان وهيدا كان اكبر سبب لما يسمى باشكالية ما بين رئيس الجمهورية عهد رئيس ليمان والصنائية الشعية يلي بمثلة حزب الله طبعا مع دولة الرئيس برري لا ما في مشكل ابدا لانو يعني كمان هون بيتهنى على كم شغلة عملون دولة الرئيس برري رح عددهم بسرعة اولا كان عم بي ما راح شارك بالإتال بسوريا حزب الله راح على سوريا وحيث يجب ان نكون سنكون وهي كانت المشكل المشكل الكبير بين حزب الله ورئيس الجمهورية تاني شغلة هي انو حركة امر كانت عم تشارك بكل دورات انتخاب الرئيس لمن كان حزب الله معطل مجلس النيابة حزب الله والطيار وطني الحور انو اما العماد عون رئيس الجمهورية اما ما حدان عطلوا المجلس نبيه برري محفظ الألقاب كان عم بيشارك فإذا في كتير مطارح فيها تميز كان طبعا تانا اعطيه حقه للرجل تاني ارجع لموضوعنا حزب الله هو اليوم عم بيدير البلد حزب الله هو الدستور اذا بدك نختصر الخبرية هو دستور البلاد هو بيقول ايه هو بيقول لا وهو بيحلل وهو بيحرم وهو بيسكر وهو بيفتح وهو بيعلح واجبه وهو بيوطح واجبه بيكفي نظرة منه بتتغير الامور هلا المشكلة كلهاتهم عم بيقولوا عم يسأل كانش الاستاذ اللي اتصل بهالني عم يسأل انو لو كان حزب الله بمحور المقاومة انت بقلك يا بيعطوه وزير شيعي يا بياخدوه خمسة شيعي وبيعطوه أربع دروز هلا كل العالم عم تحكي عن عقدة درزية عقدة مسيحية وعقدة سنية وانت عم تقلي حزب الله هو بيقلف وهو بيعمل ليش كل شي بترموه على حزب الله لا مش كل شي عم تقلي انت اليوم حزب الله هو الدستور هو كل شي بس العقد اليوم مسيحية ودرزية وسنية صح ولا لا؟ اليوم انا اليوم بيكتشف مثلا انو الوزير ارسلين مثلا عم بيقولوا بالاعلام انو هيدا طلب سوري طيب وفجأة نكتشف مع هيدا الطلب السوري انو البيانة الوزارة طبع الحكومة بكرا بدو يرجع يعمل نفس العلاقات اذا بده الرئيس الحريق قال بهيدا الموضوع لا حكومة اذا اشترت في البيانة الوزارة عودة العلاقات مرسومية بانو اصلا بعهد الرئيس سليمان عم نرجع لميشيل سليمان تحديدا صار في علاقات ديبلوماسية قبل يعني كمان هيدا ما حدا قاله وما حدا انتبه له ما قبل عهد الرئيس سليمان كانت في هيدا لجنة التعاون والتنسيق مدري شو مسميينه مجلس الاعلى لبنان السوري ايشو بعرفني هالاختراع اللي مقل وطعمه حتى يلقته سوريا فيك عهد الرئيس سليمان بنى علاقات ديبلوماسية صار عندنا سفير بسوريا وما كتير احترموه يعني انه اعتبروه مش موجود وعندهم سفير هون حاكم بامره المهم بس انه صار فيه اذا بدك علاقة متل اي علاقة متل علاقة لبنان بالصين هي زيتا هالقد هالقد بتحمود صار في عندك سفير هونيكي وسفير هون هيدا بينشغل عليها وبتترتب ما برجع انا بعمل علاقات عبر هايكة اتفاقات جانبية خلافا للدستور بعمل علاقة ديبلوماسية صارت بعهد ميشيل سليمان كفوا فيها ما بدي ارجع للماضي انا وشارعين القديم في مؤشرات انه في دخول سوري اوي على لبنان عن جديد او اعادة دخول سوري اوي على لبنان عن جديد مع انه انا بعتبره ما خرج لانه حزب الله يمثله خير تمثيل وعندنا مصيبة تاني كمان اذا بدنا بس نحكي عنا على السريع لانه ما في وقت انه اسرائيل تتمرجل على ايران وحزب الله بيجوا ايران وحزب الله بيتمرجل علينا لقلنا بالعلاقات المدنانية السورية يعني وقت اللي بقول الرئيس الحريري انه لا حكومة اذا اشترتوا انه يكون في بيانة الوزارة انا انا باين طب خليني كمل انه نحنا اليوم ما فيه تنسيق مع سوريا بالنازحين عم يكون فيه تنسيق امنيا فيه تنسيق حتى حتى اذا بنرجع لفاجل علاقات دبلوماسية انت عم تقول انه موجودة والسفير يا لطيف فيني خبرك فيني خبرك حتى حتى عم نتخبى ورق اصبعه حتى بالموضوع وقت اللي صارت قصة فجر الجرود يلي بيخبرك انه ما كان فيه زيح وهون فيه جيش سوري وهون فيه جيش لبناني وفيه تنسيق عملاني اذا بدك انه هايدي مرمى النيران هيدا هيدا اسمه تنسيق عملاني ولكبان الجيش اللبناني واسرائيل في يونيفيل وبيصير فيه عبر اليونيفيل فيه طرف ثالث احنا مش عم نقول حطوا يونيفيل مع انه انا مع اليونيفيل مع اليونيفيل بيننا وبين سوريا انما هلا اليوم هيدا التنسيق العملاني يعني ان كان بفجر الجرود او قبله او بعده التنسيق على مرمى النيران انه ما يزدته ازيفة تيجي على مربض الجيش عندي هيدا اسمه تنسيق عملاني هيدا منه بحاجة ليطلع وفد وزاري من عندي يشارعنه من هونيكي لا اعطي سوريا او النزام السوري يلي قتل 3-4 شعبه اعطيه غطى انه الوزراء رايحين جايين الوزراء رايحين جايين على سوريا يصطفلوا اذا عاملين شي بالسرشي بالعلن ان شاء الله بروحوا بالعلن وبناموا بأحلى قتلات وبينبسطوا وبيعملوا بالدنياه هيدا بعده ضمن الاطار انا ما بدي شارعن اشياء اذا بدك غير سوية فيه علاقة ديبلوميسية فيه سفرة خلص نحن وقفين عليهم فيه عنا شخص ممتاز اسمه عباس ابراهيم خليني كفة عنا شخص بيجنن عم يعمل دوره على اكمل وجه اسمه اللواء عباس ابراهيم مهتم مكلف رسميا من قبل رئيس الجمهورية اوكي ورئيس مجلس وزارة انه يروح وينسق بالامور التقنية يعني انخطف واحد بيروح بيجيبه فيه معبر هيدا شي تقنة عملة بس انا ما بيجي شارعن وبيبين وزارة هيدا اللو عملك انا ما افتح معبر نصيبه وينحل موضوع الاقتصادي بس هيدا ما بده ما بده تربيح جميلة وما بده شارعن على ورق هيدا موضوع بيحمل نقاش كتير رح ارجع لمداخلات المستمعين نورما غزق عنده مدخلة لك استاذ بشارع خير الله استاذ بشارع مرحبا انا بحييك عنجاد انه الرئيس الراحل الله يرحمه بشير جميل هو الرئيس الاول ومثله ما رح نشوف بشارع بشارع ما رح نشوف كشيخ بشير الله يرحمه هيدا الحكومة معم تتقلب معم تتقلب في مخصصات لانه لجيوب نشوفوا كيف بدون يتقاصموا الجبنة مين بيأكل اكتر قطعة جبنة اكبر من التاني شفتوا اللي معم تتقلب صار الشعب اللبناني بيفهم وذكي ما عاد احماض بس انه بعين ومناعرف كل شي ما هم محب منس مع اخبار لانه قرفنا قرفنا اللي جيبونا تحت سيبع جورة عايب عايب والله بدي اشكر مداخلة المستمع شو بتقلها للمستمع؟ انا بقلها لست نور ما معا كل الحق حفظت اسمها ومزبوط لعم تحكيها بس قالت هي ما عم نعرف او ما كذا انا بشوف انه كان لازم بالانتخابات يكون الشعب هيك يمركب اكتر من هيك وما يقل الخاصية ويقول ما راح غير شي كان بيقدر يغير لانه نسبة الانتخابات المتدنية خلافا لكل التوقعات وخاصة انه بقانون سموه زورا نسبية هو مشوه ومضروب ومركب كان لازم نسبة الاقتراع تعلى عن القانون الالف وتسعمية وستينة او القانون السابق يعني الشعب كمان خزلكم الشعب مش خزلنا خزل حاله بالاخر هو قال له يعني يعني يا انتو بتمسلوية بكون خزان حاله لا 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 مش هيك ما عطى الشعب ما عطى فرصة للوجوه الجديدة الواعدة المعارضة 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 والمعارضة يعني ما عطى فرصة للمعارضة وما عطى فرصة للوجوه المعارضة لهاي السرطة لتطلع بالقليلة تعمله حد ادنى ما رح نقلك 64 64 لتعمله حد ادنى يعني تجيب له 20 25 نايب بالقليلة يفشوله وخلقه بالمجلس متل ما بعضنا عم بفشخل الناس على الاعلام الرقم بينتهي ب 075 مستمع اكيد من سرطة بتقول مرحبا سبب لعدم تقليف الحكومة لانه جوابا على السؤال اللي طرحناه باول الحلقة السبب بكل بساطة هو قلة المسئولية والانانية والطمع والخلاف على الحصص وكأنه البلد مسجل باسم هالزعمة وكل واحد بده حصته اخر همهم البلد كنا عم نحكي بهذا الموضوع مش ملاحظ استيجورج انه المستمعين يلي بنحييهم بيعرفوا اكتر من احنا كمتابعين دقيقين لهيدا الموضوع بنعرف الرقم بينتهي ب 838 انا راح احترم رأي المستمع بس انه بقول العدو الاسرائيلي اعترف بعدم قدرته على مواجهة حزب الله فكيف بالصيصان كتر خيره شو بتقل له انت ليه مش هم تعترف بقوة بقوة حزب الله انا بدي قوة حزب الله انا بدي قوة حزب الله انا كلبناني 24 ارات بدي حزب الله يكون لبناني مثلي 24 ارات يعني لبناني بالممارسة حزب الله هو لبناني بالهوية وحزب الله هو لبناني على التذكرة وهو يملك الارض مثلي مثله وهو شريك اساسي معي احترم وجوده وعلي ان يحترم وجوده بس ما في قرر عني كيف بيعمل حرب وسلم ووقت بيرو على اليمن او بيرو على العبدالي او بيرو على العراق او بيرو على مصر بيعمل خلايا او بيرو على سوريا انه هايدي الدنيا مستباحة وما في دستور وهو اعلى من الدستور حزب الله الاوي بدي يحط قوة يقول انا هايدي قوتي بتصرف الدولة اللبنانية بتصرف الجيش اللبناني اذا بيعتبر انه الجيش اللبناني منه قوي كفاية لمواجهة اسرائيل مع انه انا بشوفه كتير قوي جيشنا قوي بشعبه قوي بشارعيته السلاح بيجي بعدين بيجي حزب الله بيقول كل هايدي القوة اللي عنديها انا بحطها ضمن استراتيجية دفاعية مؤقتة حتى تسليح الجيش اللبناني بنربطها بمدي زمنية حتى يتسلح الجيش اللبناني وبقول انا ما بطلق خرطوشي لع اسرائيل ولاع غيره قبل ما يعوزني الجيش اللبناني اذا هو مكان قادر هذا الاول بس مش الاولpielt بيذهب مطرح ما هو بده خلافاً لرأيي انا شريكه انا مؤسس عنده مشروع اذا انا خلافة معه الاساسي والجزري وهو على المشروع انا ما خلافي معه ما انا مخلافي ما انا طمع لبناني اكتر منك انا لبناني مثلي مثلك بس انا مشروعي هو لبناء لبنان انت مشروعك يختلف طيب احد المستمعين بيقولك 486 عنده مشروع وكنا عم نحكي عن مشروعه الممتد من لبنان متما عم تقول حضرتك لا ايران بيقول مستمع بخالف رأينا يمكن رأيك لألك مش رأينا لألنا اكيد كلنا بنعرف ان السعودية هي التي تعطي الاوامر للبنان وبيدها تشكيل الحكومة وعلينا انتظار الخط الاخضر منها اذا طالب حضرته انه يقروره لسعد الحريري ابنون المدلل انه روح قبال بكل الشروط وقالولك عليها مع سوريا قبال وكذا 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 ما بعتقد هيدا سلوك السعودية لانه لا تدخلت هايك ولا تدخلت بالعكس يعني ما مرة شفتها انا عم تضغط للتأليف حتى اقول انه فيها تحل ولا مرة شفتها عم تتراخل اقول انه لازم تشد انا ما شفت الدور السعودي شي مرة بارز لدرجة خلافا للدور الحزب الله الايراني ما شفت دور سعودي انا شي مرة اكل مرة اذا شخص عم بيقلك انا ما خصني خيروحه الف بس اليوم رئيس الجمهورية وفريق رئيس الجمهورية حتى الوزير جبران باسيل حزب الله عم بيقول هناك تأثير للسعودية على الرئيس الحريري انه انا يقول له لحظة يتأخر بتأليف الحكومة بانتظار تطورات خارجية ما بس جواب سريع جواب اسرع من السريع ما بدي حط حالي انا ضمن سياسة بتقول تحييد لبنان عن صراعات المحاور انا مع اليوم وبكرة وبكرة مع سياسة تحييد يلي اقرد بألين بعبدال يعني انا ضد سياسة المحاور كان المحور ايراني ولا بنجلاجي انا ضد سياسة المحاور حتى تعرف حتى ضد السعودية مش ضد السعودية اذا تدخل في لبنان لا 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 تقول والله تعووا يا جماعة اجتمعوا انا قررت شو بعرفني اعملكم طريق دولية وانا ادفع حقها بكون هذا التدخل ايجابي متل ما اذا ايران بده تتدخل التدخل السلبي بلبنان انا ضده الحال بالحياد الحال بالتحييد بالتحييد تحييد عن صراعات المحاور مدخل صوتية جديدة مرحبا من معين يفاد لي مساك مع المواطن لبنان فضل بمسيك وبمسي ضيفك بس بختلف معه بكلمة انه جماعة حزب الله انه هن مواطن متلنا متلو لا مش مواطن متلنا متلو ابدا نحنا عم ندفع ضرائبنا نحنا ممنح ملسلاح نحنا ممنح من المربعات امنية اسمحلي خيوه اسمحلي خليك معي عم يحكي هو ايك استاذ بشارة خيوه فضل صديقي انا قلت انا لبناني متل متلو بيحمل اناوية نفس التذكرة هو بيملك ارض وارا بيملك ارض هو لازم يكون شريك معي ببناء الدولة وهتبقول شريك ببناء الدولة يعني عم قول لازم يدفع ضرائبه على بانتزام ولازم ينتزم تحت سقف الدستور وتحت سقف القانون وما لازم يحمل اسلاحي وقت اللي بيحمل اسلاح وبروح بيستعمل قوته مطرح ما هو بيناسبه ما بيكون متل متلو انا هيدا اللي قلته انا وضحت انا قلت اختلف معه بطريقة ادارة الموضوع وصل عندك شي تاني تقوله عندي نقطة تانية وكلنا دايما يعني بكل الحوارات دايما منكون لطيفين جدا هالمرة كمان بالتوصيل حتى هلا مالشي خلينا نقول بدك ياني سب على الهوى يعني حتى حتى توصل الرسالة نحنا عم نقول عم نسمي الامور باسمئة يا استاذ بلضغط انا رح لك كلمة صغيرة السوري كان بالاول من ثلاثة اربعة سنين او من عشر سنين لورا كان يتخبى ورا حزب الله بطلباته لانه كان عم بياكل اتل ببلده هلا بشار الاسد بنفسه هو عم بيقول انا بدي حصة بالحكومة صحيح عم بيفرضه بالعلن مش عم نتخبى ورا حزب الله ونحنا حكينا عن هالموضوع بس مش هنين عندهم طلبات هنين عم بيفرضو حصلتهم هيدا الفرق انا عم بقول نحنا نسمي الاشياء باسماء نحنا بدنا نقول انه هنين عم بيفرضوا علينا نحنا عم بيعتبرونا نحنا مقاطعة قدنا درجة منهم هنين بحقلهم يسموا بحكومتنا نحنا بنحكي بالنائب النفس لا نحنا ما بدنا نقول لا بالنائب النفس ولا شي نحنا ما انا ولا مرة سمعتني باردون باردون اسداز سمعتني قلت شي نائب النفس حلا نحنا عم بنقول بالنائب عفوا 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 في فرق كبير ويا ريت ما معي وقت بعدين تحت الهواء بشرح لك نائب النفس يختلف جزريا عن التحييد التحييد هي سياسة عامة بتتباع الحكومة بتقول انا ما خصني بلا عم بيصير بسوريا وكل المنظمات اللبنانية بتلتزم بلبنان تحت سقف الدولة بسي نائب النفس هاي سياسة تحييد حكومة الرئيس نجيب مياتي لا بشرح لك يا هدي غلط حكومة الرئيس نجيب مياتي هو صاحب هيدا بدك نمشي بالغلط النائب النفس ما طلعت بحكومة نجيب مياتي انا بعرف كتير مني حوان طلعت طلعت بحكومة سعد الحريري الاولى حكومة الوان وي تيكت لمن امريكا فرضت عقوبات على ايران وقرر مجلس الامن انه يعمل عقوبات على ايران سنت الفين وعشر عفوان بس استمرت مع حكومة الرئيس نجيب مياتي وكان الرئيس ميشيل سليمان تبنيها ما قلت شي غلط اول شي باردو باردو ميشيل سليمان ما تبنيها ميشيل سليمان عملها خيرو بدك نشرح نشرح بس معي مدخلة كتير دقيقة النائب النفس خلافا لكل الرائج هلا لا يشبه التحييد ابدا انا بتقول تحييد غير النائب النفس هاي واحد اللي بيعرف ما بده يقول وفي كتير ما بيعرفه واللي بيعرفه ما بيناسبه ويقوله لانه فيه كريديبيليتي لحدا النائب النفس صارت سنة الفين وعشرة اول مرة تخذ استعملت هزها هذا المصطلح النائب النفس هو سنة الفين وعشرة بحكومة سعب الحريري الاولى كان لبنان عضو بمجلس الامن وكان جورج بوس رئيس امريكا وفرضت عقوبات على ايران وطرح بمجلس الامن التصويت على العقوبات ولبنان عضو اذا لبنان بيسوت مع العقوبات اذا بيسوت مع العقوبات على ايران حزب الله هون وايران بيهديدوك بيعملو لك سبع ايار ومشابه وقد ما بدك بيخربوا البلد واذا حزب الله بيسوت ضد العقوبات امريكا والمجتمع الدولي بيقولك اوكي انت ضد العقوبات ما بقى نحنا سنوقف دعم الجيش الامناني تبنيها رئيس ناجي بمئاتي بحكمته لا مش تبنيها قبل اجتمع مجلس الوزراء وهون بدي ارجع لشغلة اساسية وجوهرية وهو دور وزراء رئيس الجمهورية وكان وقتا انه افضل الحلول افضل الحلول يقدر لبنان يقول انه انا مني ضد العقوبات ومني معه شو باك تعمل لتعمل هايدي الفورميل بعت رئيس الجمهورية ورا فريق 14 قدار وقال انا مع العقوبات واستمزج رأي فريق 8 قدار حزب الله وحولفاه وقالوا نحنا ضد العقوبات تلاقيها بقلب مجلس الوزراء فيها انقسام عمودي كيف بينحل هذا الانقسام كان في 28 وزير حيحضروا جلسة وكان في وزيران غيبين بدواعي صحية او دواعي تانية ما تغرقني بالتفاصيل بقى 3 وزراء هن وزراء الرئيس وطي يعملوا توازن الرئيس استعمل الحكمة والتوازن ووزراء وصوت 2 منهم مع فريق واحد مع فريق طلعت تصويت 14 ب14 داخل مجلس الوزراء وبناء على التصويت التعادل اذا بدك تعادل الاجابة 14 ب14 راح الموقف على مجلس الامن النقي بالنفس تفسير كلمة النقي بالنفس يعني تيكنيك ما هي الطاس طلعت العقوبات على ايران ونحنا ما كان لنا خصة مداخلة صوتية اخر مداخلة صوتية مرحبا ميم معا بدأ مداخلة سريعة مو المعروف تفضل هلو يعطيك العافية لا يعفيك تفضل ب‌نصيكم بس أنا بس بدي يسأل أنا باع كل اللي عم يقولو مية بالمية بس أنا بدي يسأل المسئولين ويفصل لي هو ازا بده هالمسئولين شو ناطرين يعني انه بعد بدنا هجر اكتر من هيك من هالبلد يعني بعد بدنا فور اكتر من هيك من هالبلد يعني شي شي مش طديقي يعني خلينا بس نتنفس أنا ويك بدنا نسألهم ما فينا بقى أنا ويك عم نسألهم أنا مثلي مثلي أنا بنفس الموقع مثلي يا صديقي نحنا مفينا نحارب الأمي كل جهدها عن ناس معينة نحنا بدنا نعيش بقى هيدا هو المباة التحييودي اللي عم نحكي عنه لبناء الدولة المحيدة نحنا بلدنا بلد سياحي يعني نحنا عايشين عالسياحة مش عايشين عالحرب وعالقتل نحنا مخصنا بالأمور كلها بدنا نعيش بقى. نحن الشعب اللبناني. انت يا استاذ عم الترجب يلي انا عموه. لحطاني نعيش. للأسف خلص الوقت خلص الوقت وصلت الفكرة ما بقى قادر اه اه اتأخر على نشرة اخبار الخامسة وربعة بصير بدي اتأخر والزملاء ناطرين برا الان وريتا انا بدي حييكون. اخر كلمة لقلك. تحيي الى الان وريتا. قبل ما افروا الحلقة. ايه الكلمة? اخر كلمة شوية تواضع نحنا عشية عيد الاطهى. الاطهى يعني تضحية. كل واحد يضحي. بيحسطه. لا لا لا. يضحنت فيه. لا 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 بس كرامة هالمواطني اللي انتخبوا. استاذ بشارع خير الله مستشار رئيس ميشيل سليمان. بالاسف خلص الوقت انا بدي اشكر اه 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 حضورك معنا بحوار اونلاين. بنهاية اللقاء. اطيب التحيات من كارول كرام المخرج بيار جامو مني. جورج العلية. والى لقاء الاسبوع المقبل.